كشف جديد توصل إليه فريق بحثي في مدينة أمقيس شمال المملكة يتمثل في نفق مائي أثري من شأنه أن يعزز القيمة التاريخية والسياحية للمنطقة نزولا في أعماق المكان وأسرار الزمان يمتد هذا النفق المائي التاريخي تحت معبده النستي يقع في مركز مدينة أمقيس الأثرية شمال المملكة هذا النفق بنيت بتكون من آبار أو خزنات بنيت بالفترة الهيلينستية وثم بالفترة الرومانية عندما زاد عدد السكان وزادت المنشآت والحمامات والمسابع عملوا أنفاق بين هذه الآبار وهذه الآبار النفق مربوط بشارع الرئيسي المطلق عليه شارع الديكامونس ومن ثم فيه هناك كمان نفق يؤدي إلى الحمامات الرئيسية حمام هريقليدس وحمامات رئيسية واحتمال أنه أدي إلى أكوديكتس مربوط في منطقة طبرية فريق بحثي مختص بالتنقبات الأثرية من جامعة اليرموك تمكن من اكتشاف النفق الذي يؤسس لفهم الأنظمة المائية والإدارية المتبعة في العصرين الهيلينستي والرومانية يدل هذا النفق على سعة الرفاهية التي كانت تحياها هذه المدينة وقدرة على التنظيم وإدارة الموارد البشرية والموارد الإدارية والموارد الطبيعية أبينما تتواصل جهود تنقيب لكشف الأسرار المختبئة في دهاليز النفق يؤكد مختصون أهمية الترويج لهذا الكشف التاريخي بعد تطويره واستثماره سياحيا بشكل أمثل اكتشاف مهم جدا بيربط الحضارة الهيلينستية والرومانية ويعني لسه المشوار فيه بدايته ويجب أن نعمل كل ياتنا أنه نجيب الدعم أنه تكمل هذه الحفرية ويصير الصورة كاملة متكاملة ومنشجع جميع على زيارة هذا الموقع وفعلا اكتشاف هذه الأبار المهمة اللي بتحكي قصة الناس اللي عاشوا فيه في هذه المناطق طريق أم قيس وأخواتها على امتداد العمق التاريخي للأردن تبدو ممهدة رغم العقبات لتقديم المزيد من الإجابات عن خزان أسئلة التاريخ المحفوظ بين الجدران وفي الأنفاق وتسليط الضوء على كنوز الإرث الثقافي للحضارات التي سكنت المملكة على مر العصور